عقد السبت في مجمع النقابات المهنية بالعاصمة عمان مؤتمرا صحفيا للناشط السويدي بن يمين لادرا الذي منعته قوات الاحتلال الصهيوني من دخوله إلى الأراضي الفلسطينية نائب نقيب المهندسين لمهندس فوزي مسعد رحب بالناشط السويدي في الأردن طالبا منه الاستمرار في الدفاع عن القضية الفلسطينية السيد بن جمين لادرا باسمكم أنا برحب فيه بالأردن طبعا هو حاول يدخل أراضي الفلسطينية ما تمكنش من الدخول لكن هو بيمثل الوعي العالمي في قضيتنا وإحنا نتشرف فيه وإحنا هو بيعطينا بعض الأمل أن هناك من يدافع عن قضيتنا الناشط السويدي بن يمين لادرا قال إن قوات الاحتلال الصهيوني حققت معه ما يقارب الست ساعات ومن ثم منعته من الدخول إلى دولة فلسطين بسبب خوفهم من تنظيم احتجاجات كان هناك سببين مثل ما قلت السبب الأول هو أنهم قالوا لي أنهم ظنوا أو يعتقدوا بأنني كنت سأذهب إلى قرية النبي صالح وهي قرية المواد العادة السميمة قالوا لي أنك ذاهب إلى هناك من أجل أن تمظم ظاهرة أو احتجاج في تلك القرية الجدير بالذكر أنه منذ أغسطس الماضي بدأ الناشط السويدي رحلته مشيا على الأقدام إلى دولة فلسطين وذلك إيمانا منه بأهمية حصول الفلسطينيين على حريتهم رامل عيسى الحقيقة الدولية سكتريدًا السلام عليكم